درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله رفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة بتهادروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم وكان الله رفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرى ومن كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهادرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا قربتم في الأرض فليس عليكم جناه أن تقسروا من الصلاة إن خفتم أن يبتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طاحفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجنوا فليكونوا من وراءكم والجائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفنون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناه عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمعنا أنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إننا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتأكم بين الناس بما أرواك الله ولا تكون للخائلين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يدد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريعا فقد احتمل بحتانا وإثما مبينا ولولا قضن الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يقعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ترجمة نانسي قنقر